بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بأحكام النكاح درسنا بإذن الله تعالى فيما يتعلق بوليمة النكاح وكذلك أيضا ما يتعلق بتحديد النسل وتنظيمه آتي وإياكم على هذين الدرسين ولكن قبل ذلك أستعرض وإياكم أبرز وأهم الأهداف المرسومة لهذين الدرسين فكونوا معي بارك الله فيكم إذن معنا أيها الطلاب هذان الدرسان الدرس الثاني عشر وليمة العرس والدرس الثالث عشر وهو تحديد النسل وتنظيمه ونستعرض أمامكم الدروس المتعلقة بهذه الوحدة الثانية كما شاهدتموها على الشاشة نأتي إلى استعراض أبرز وأهم الأهداف لهذين الدرسين عندنا أول هدف أن يبين الطالب والطالبة حكم وليمة العرس فيعرف الحكم في إقامة هذه الوليمة كذلك أيضا من الأهداف أن يوضح الطلاب حكم إجابة الدعوة هل هو واجب أو مستحب أو غير ذلك أيضا من الأهداف في هذا أن يعرف الطلاب بعض المخالفات في الولائم هناك مخالفات تقع من الناس ينبغي بيانها والتحذير منها أيضا من الأهداف أن يوضح الطالب حكم تحديد النسل هل هو مجائز أو محرم وأيضا من الأهداف أن يوضح الطالب حكم تنظيم الحمل فرق بين التحديد والتنظيم أيضا من الأهداف أن يعدد الطلاب شروط تنظيم الحمل وأخيرا من الأهداف أن يبين الطالب حكم إسقاط الجنين كل هذه الأهداف بإذن الله تعالى أسمو إياكم من خلال درسين لذين معنا إلى تحقيق هذه الأهداف فكونوا معي بارك الله فيكم هنا أول الدرس ما يتعلق بوليمة العرس الوليمة هي الطعام الذي يقدم في زواجي أو في النكاح هنا إقامة الوليمة للعرس مستحبة يستحب إقامة الوليمة للعرس فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعلها فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاه هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه فمن ذلك أنه أولم بشات عند زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها إذن أمر به وفعله هنا نأتي إلى مسألة أخرى وهي إجابة الدعوة لوليمة العرس هنا إجابة الدعوة واجبة يجب إجابة الدعوة لهذه الوليمة إذا عينه إذا تم تعين المدعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها أما إذا كانت الدعوة عامة من غير تخصيص لشخص بعينه فالإجابة هنا غير واجبة والحق في الدعوة للداعي فإذا كان المدعو لن يحضر فعليه أن يعتذر من الداعي فإن قبل عذره لم تلزمه الإجابة هذا كله يدل على الترابط ومراعاة خواطر الآخرين وهذا يقوي العلاقة بين المؤمنين هنا أيضا نأتي إلى مخالفات تقع عند بعض الناس في الولائم المتعلقة بالزواج أولا الإسراف في الولائم ورمي الأطعمة والله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بل قال إن الله لا يحب المسرفين فنهى عن الإسراف أيضا من المخالفات في هذا فالاقتصار على دعوة الوجهاء والأغنياء حتى وإن كانوا بعيدين عنه وتركوا الأقارب والفقراء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام وليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وكان أبنى رضي الله عنه يقول شر الطعام طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الطلاب والطالبات ثالثا من المخالفات في هذا استخدام الأسلحة أو إطلاق النار أو أذية الناس بالأصوات المزعجة للسيارات وغيرها مما يخالف الأنظمة أو يؤدي إلى هلاك الأرواح فهذه المخالفات يجب اجتنابها في ما يتعلق بالأعراس والزواج أيضا هنا نأتي إلى هذا النشاط الذي يعين بإذن الله تعالى على استعاب هذا الدرس هنا فكر أيها الطالب في إيجاد حلول إبداعية كبدائل للمخالفات السابقة ذكرنا المخالفات نريد أشياء مباحة بديلة عن هذه الأمور المخالفة هنا عدم الإسراف الأطعمة والشراء بقدر الحاجة هذا بديل مناسب واتلاء مع شرع المطهر أيضا حفظ النعمة وإعطاء ما تبقى من الطعام للمحتاجين فهذا أولى من رميها في النفايات أيضا دعوة الأقارب عامة لمشاركة الأفراح سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء أيضا التعبير عن الفرح بطريقة سليمة لا تؤذي الآخرين فهذه كلها بدائل مباحة ومتاحة بحمد الله تعالى هنا نأتي أيضا إلى موضوع آخر من موضوعات المتعلقة بالنكاح وهو تحديد النسل هنا تحديد النسل يعني أن يقول الزوج أو الزوجة أو يتفقان على أن يكون الذرية واحدا أو اثنين أو ثلاثة فهذا تسمى تحديد النسل هنا الحكم الشرعي لا يجوز وضع القوانين العامة التي تحدد عدد الأولاد في الإنجاب كما لا يجوز استئصاد القدرة عن الإنجاب في الرجل أو المرأة إلا في حالات الضورة كمرض المرأة مثلا ونحو ذلك لأن ذلك يخالف المقصد الشرعي من تكثير نسل الأمة وقد صدرت الفتاوى الشرعية من المجامع العلمية الفقهية بذلك منها ما جاء فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي معنا هنا وهنا يجوز لزوجين تنظيم الحمل وذلك عن طريق التباعد بين فترتين الحمل لماذا؟ لحاجة يراها الزوجان ولكن هذا أيضا له شروط لا بد من بيان هذه الشروط المعتبرة نأتي على هذه الشروط أولا أن يكون ذلك عن تشاور بين الزوجين وتراضل لأن حق الولد لهما معا ثانيا أن لا يترتب على ذلك ضرر بأحد الزوجين ثالثا أن تكون الوسيلة مشروعة رابعا أن لا يكون في ذلك عدوان على حمل قائم فإن كان هناك حمل فلا يجوز إجهاض هذا الحمل إذن هذا ما يتعلق بهذه الشروط المهمة المعتبرة في هذا هنا نأتي إلى هذا القرار الذي أشرنا إليه قبل قليل إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من الأول إلى السادس جمادة الآخرة عام تسعة واربعمائة وألف الهجرة الموافق للعاشر من كانون الأول عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد بعد اطلاع على البحوث مقدمة للأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل واستماعي للمناقشات التي دارت حوله وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره تنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به يكون حفظ النسل أحد الكليات بكون حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قرر المجلس ما يأتي أولا لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب ثانيا يحرم استئصاد القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ثالثا يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا ترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم فهذا قرار واضح بير مفصل بحمد الله تعالى هنا نأتي أيضا أيها الطلاب والطالبات إلى إسقاط الحمل أو ما يسمى بإجهاض الجنين لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا بمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا يقررها جمع من الأطباء المختصين الموثوقين لأن هذا الحمل من مخلوقات الله جل وعلا فلا يجوز قتله أو إسقاطه بغير مبرر شرعي يرجع إلى الأطباء الموثوقين وكذلك فتاوى العلماء الشرعيين نأتي أيضا أيها الطلاب إلى هذا النشاط وهو أن تقارن بين تحديد النسل وتنظيم الحمل من خلال الجدول التالي هنا أوجه المقارنة عندنا تحديد النسل وتنظيم الحمل هنا نأتي إلى تحديد عدد معين الإنجاب هنا فرق بينه بين تنظيم هنا الحكم أنه محرم ومخالف لمقاصد الشرع لأنه يحدد الذرية بعدد معين آثاره هنا يؤثر على العلاقة بين الزوجين لكن نأتي إلى تنظيم الحمل أو تنظيم النسل المباعدة بين فترات الحمل وحكمه أنه جائز لكن بشروض ذكرناها قبل قليل وآثاره مراعاة صحة المرأة والعناية بالأبناء في التربية ونحو ذلك إذن هناك فرق بين هذا وهذا في الحكم والآثار بعد هذا آتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات إلى ختم هذا الدرس بعد أن استعرضت وإياكم جملة من الأحكام المتعلقة بالوليمة للعرس وحكم الوليمة وما يتعلق بها من مسائل في إجابة الدعوة وشهود الوليمة وكذلك من ما يتعلق بتحديد النسل وتنظيم الحمل والفرق بين هذا وهذا والحكم في هذين النوعين كل هذه المسائل ذكرناها بحمد الله تعالى مما يدل على عناية الإسلام واهتمامه بهذه المسائل وتفصيلها تفصيلا بينا حتى يكون المسلم والمسلمة على دراية وعلى فهم ثاقب بهذه المسائل وحتى يعرف هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة والمتعلقة بالزوجين حتى يكون المسلم على بصيره لأن هذه المسائل مسائل تنظم حياة المسلم والمسلمة وتؤتي أكلها وثمارها اليانعة في الدنيا والآخرة أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته